الجواز المبكر ده يعني عشان الناس ويبتتفرج علينا يعني ايه؟ يعني كم سنة؟ يعني شكله ايه؟ يعني معايير الزواج المبكر اولا طبعا أنا في البداية يعني بحيح حضرتك على اختيار هذا الموضوع المهم الزواج المبكر بيسموه الزواج المبكر او زواج الاطفال او زواج القاسرات يعني ليه اسماء كتيرة الطفل عندنا في القانون حد سن 18 سنة وده سن الزواج بيتم بعدي اي زواج بيتم قبل السن ده يعتبر زواج مبكر سواء للولد او للبنت سواء البنت اتجوزت واحد اكبر منها او من سنها او اصغر منها المهم ان فيه طرف من الاطراف اتجوز بسن اقل من 18 سنة يعني السن اللي بيطلقه فيه الرخصة والبطاقة 16 سنة الرخصة 18 سنة اللي هو يعدي فيها مرحلة الطفولة الحقيقة المشكلة دي مشكلة يعني بتهدد مش مش موجودة عندنا في مصر بس هي مشكلة الحقيقة مشكلة عالمية احنا طبعا المشكلة دي موجودة او موجودة عندنا الارقام اللي احنا يعني نقدر نقول ان هي نسبتها قد ايه ده رقم مظلم الحقيقة يعني احنا ما نقدرش لان الزواج ده قبل 18 سنة ما بيوسقش فبالتالي ما بيخش في الاحصاءات فاحنا ما بنعرفش العدد الدية ولكن احنا عندنا تقديرات يعني بقول تقديرات حتى يعني نهايئة الونسيف كتعاملة تقديرات عالمية على مستوى العالم قالوا تقريبا 560 مليون حد اتجوز قبل سن 18 سنة على مستوى العالم على مستوى العالم كل معظمهم يعني في اسيا افريقيا احنا عندنا في الجنوب اكتر من احنا ولكن المشكلة دي يعني مش غايبة عن مجتمعنا ان هي موجودة الحياة في مجتمعنا موجودة في الريف بالذات موجودة في القرى بالذات موجودة يعني عندنا إلى حد ما يعني مشى نقول إلى حد كبير plasterming ليحقد ما موجودة لان الاحصائات الرسمية حتى نجد لو احنا بصينا في الاحصائات الرسمية احنا زدنا معدلات الزواجة عن 800 الف حالة وفقا لاخر الحصاء لو احنا شفنا الناس اللي جوزت عند سن 18 سنة بالزبط لا عددها لم تتجاوز العشر تلاف ما وصلتش لعدد ده ده في الاحصاءات الرسمية ولكن الوضع مختلف لما يكون الزواج مبكر لان الزواج في هذه الحالة لا يوصق حتى يعني حقيقة هي انا مش عايزة ساميها مشكلة هي اشكالية لسبب ان الطفلة جوزت قبل سن 18 سنة فخلفت بتعمل مشكلة اخطر من كده ان مش من حقها تسجل المولود بتاعها فبالتالي بتسجلوا يعني باسم حد تاني يعني بيتسمى باسم ابوها واما ايه ده للأسف يعني احنا عندنا حالات كده موجودة في مصر موجودة احنا درسناها على فترة يعني كل طفلة جوزت قبل 18 سنة ما بتتسجلش الجواز ده في السجل المدني مش هيتسجل طب لما تيجي تخلف بتسميه بقى باسم باباها طب وما يفعلش اسجله باسم ابو ما هو ابو موجود ابو هيتسجله باسم زوجات لو ابو جاء بالسن عدة السن هيسجله اسم واحدة تانية بس هم مش موثق الزواج بس هم زمان كانوا بيعملوا ايه بقى كانوا بيسننوا البنت يعني بيسموها يسننوا يعلوا يزوروا لها شهادة ملاي في زل التحول للرقم والرقم والرقم والوصائق والرقم القومي ما سألة صعبة جدا مع الحاجات الدجتر بياخدها يعني والدها والدتها ويسجلوها على انه باسم باباها دي مش جريمة في القانون يا دكتور طبعا بيعمل مشكلة اختلاط انساب وبيعمل مشاكل كبيرة جدا بعد كده في اثبات هوية الطفل ده بعد كده في المستقبل يعني هي عشان كده احنا بقول ايه هي مش مشكلة هي اشكالية اشكالية كبيرة قوي ده هي وولادها وجوزها والمنظومة كلها العيلة كلها تلقباط انا حضرتك على مفاجأة هي يعني احنا منيجي نقول زواج مبكر بنقصد دايما البنت اراك ان فيه ولاد بيتجوزوا زواج مبكر برضو النسب ولد قبل سنة 18 بيتجوز النسب اقل حتى يعني حتى في الاحثات العالمية اشو اتكلم عن مصر الاحثات العالمية تجد ان الصدس حالات الزواج اللي بتتم بشكل مبكر بتكون مرتبطة بالولاد انما الغالبية طبعا مرتبطة بالانس فده توصيف المشكلة زي ما حضرتك طلبت في سؤال حضرتك وده سؤال يعني مهم جدا ان احنا نعرفه هو سنة 18 سنة اقل من 18 سنة لا يوصق اي زواج اقل من 18 سنة مش موجود في السجلات الرسمية او مش موصق بطبيعة الحال بيبقى يعني ينطبق عليه فكرة الزواج المبكر